بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما يندفع به صبايا طائية او قبعة الاكورديون ليش اكورديون لاحظي شايفه قبعة بالضب على نسأ يبني الحلزون نفس نسأ يتبعية الحلزون بسبيرال تمام ليكو الطائية هاي الطائية طائية هاي انا اشتغلتها للمراهقين صبايا لا توقعوها صغيرة بتشوفيها هيك كبسل ولكن هي وقت بتلتبس بتصير هيك شايفه قصعة حلوة وبسيطة وسهلة حبيت اني انا نتعلمها انا وياكم وانسا ويا انا نفذتها للقبعة كلياتها بعدين بعطيكم ياها على نموذج في الى خياطة من الخلف بصير انتي تشتغليها على دائري بيصير شو بتريدي بيصير وبالنسبة لفوق الفوقانية لاحظي شلون الى دائرة دائرة جميلة جدا فيك كتير تنفذية باي الوان عندك باي بقايا خيوص عندك فيك تنفذية بكل سهولي على فكرة صبايا انا هذا الخيط عندي اياه تخين اضطريت اشتغله على الخمسة هذا انا تخين الخيط تمام هدول اثنيناته من نفس النوع بقايا خيطان بقياني عندي استعملته نبتدي انا وياكم يلا انا وحساوي لكم نموذج انا 34 غرزة طبايا ما بده شير مضلع 2 عدل 2 مقلوب اشتغلي الطول انتي يفضل بين 12 وال14 سنتيعة على فكرة هاي للكبار للشباب البلد الكبار يعني من الخمسة شو صالع كبيرة شايفين حتى يعني انا اسه ثلاثة كتير منيح علي هاي للكبار بدك اياها للصغار انتي ضغري لمرثة الابرة بدك اياها للرجال بتزيدي عدد الغرز انا معاي 76 غرزة بديت فيهم بطبع انا ببتدي دايما الريب ببتدي على الاربعة المعلقة هي وعني يظل مضاحة با حلحة يلا هلاء شايفين اجتغلينا وصلنا لدور المقلوب نحنا هون عدور المقلوب بعد ما تشتغلي انتي عددع الريب البدك ها وصل إلى دور المقلوب يلا مندخل الخيص اذا مندخل الخيص باللون المقلوب او بالطرف المقلوب يلا هاي من nuclear خيص هلاء نحن على الطرف المقلوب صبايا يلا بنشغل عادي أنا بالنسبة إلي إبرتين المرة خمسة أنت شو نمرت إبرتك رائعي عدد الغرض اشتغلي مقلوب صبية ليش لأنه هلأ مشان ما بيّم معك فرق اللون لاحظوا شايفين كيف بتطلع على فكرة إلى وجهين الوجه الوراني كتير حلو كمان إذا حبيتي أنت تساوي مثله يلا إذا هلأ اللون الأساسي مندخله من بعد الريب نشتغل الريب نخلي آخر دور يعني مثلا 14 دور دور 15 بدك تشتغلي فيه ندخلي اللون فيه إذا مندخل اللون على الخلفية على دور المقلوب يلا هاي دخلنا دخلنا اللون مشان ما بدنا يطلع دبادل الألوان أمام الشغل حبيتيها بالصرف الثاني بيصير حلوة في كتير موذيلات بيفرجوك إنه هن بيشتغلوها بهذا الشكل هذا أنا هذا نموذج طبعيا أنا ساويت 34 غرزة نموذج نموذج إلي بالنسبة للطاقية الأساسية 76 غرزة تماما هاي ما بيهمة عدد مفرد عدد نجوز ما بيهمة اللهم إلا مشان الريب انتي الريب شو بتحبي تساوي عمليه يلا ها وهي وصلنا وآخر غرزة نشتغلها عكس الشغل متل عادتنا يلا هلا اجينا لهن عدد هلا هون نحنا هون بدنا نشتغل مقلوب هذا دور العدد بدنا نشتغل مقلوب بدنا شوفي وفي شلون بدنا هذا المقلوب يطلع لقدامنا ومشو بنعمل نحنا اشتغلنا الوراني ساوينا عدد هلا بدنا نشتغل هاد مقلوب إذن العدل بدنا نساويه مقلوب تمام؟ لأنه نحن بدنا هلأ تطلع أول طبقة الأكورجيون تبعيتنا آه يلا إذن دور العدد بتساويه كله مقلوب هاي مقلوب أفكرة على الخيط تطلع حلوة أنا هلأ هون ما كثير عم بيين عليكم ليش لأنه هلأ أنا هاي النموذج تبعيتي خيطه مو كثير تطلع حلوة أما النموذج وقت بيكون الخيط سخين كثير تطلع حلوة يلا هلأ هون كلاياتو مقلوب تبحتي يضغلي مباشرة من بعدها من نبلش بهي الغرز المقلوب اللي تظهر للأمام ما في هلا أنه هاي الفارق بيناتون على فكرة عدد الغرز سبعوة المقلوب اللي بدنا نشتغلهم بدأ يكونوا خمسة أدوار صبايا ليكم واحد ها شو فيها واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة إذا من نشتغل خمسة أدوار يطلع لنا مقلوب من الأمام هلأ نحن هذا هون أول دور رساتنا بالنموذج أنا بختصر مشان ما يطول معانا الفترة هلأ كلاياتو هذا مقلوب دور المقلوب شلوم لنشتغلو لنشتغلو عديل هلأ نشتغلو عديل شان يطلع معانا هدولي الطابات النعمة ستصلع من الأمام هلأ هذا أول دور بدنا نشتغلو عديل إذا المقلوب عديل والعدل مقلوب اتفقنا وتبديد اللون على المقلوب لشان ما يطلع معانا فوارق الشغل ها فوارق اللون بالأحرى يال ها هاذا الدور كلاياتو عديل مقلوب هو نشتغلو كلاياتو عديل ودور العديل نشتغلو مقلوب عناته شو صار طلع قدامنا هذول المنظر الخلفي يلي هي بيعطي شكل الأكورديون للصائية على فكرة كثير تشبه صبايا بتشبه الغرز المتدرجة يالله ها هلأ هون احنا اجينا دور العديل شوفوا نحنا بدور العديل لاحظتم شلون صاروا هذول طلعو بيّنوا عليكم انا غيرت الألوان فتحتها شفين مش هتبين اكتر لأنه ليش هداك ألوانا كانت غامقة يالله هلا هاده دور العديل كله يعتو مقلوب مقلوب هلأ نحنا رح انختصر الأدوار رح اشتغلك انا بهذا النموذج عبارة عن ثلاث أدوار بس تمام انتي بلازم تشتغلي خمسة خمسة ما بدا الشي بس عذل ومقلوب عذل مقلوب بس مهم انه يكون العذل مقلوب بشان يبين بس هالمنظر من قدام تمام هذا الخيط نسحبه معانا مت ما تعلمنا او هلأ نسحبه عالطرف الثاني يلا هلأ بدنا نبدل اللون صبايا شايفين هلا شوفوا شون طلع معانا انا اساني بتلاقيها هيك ضبت ساوي الأكورديون دغري ليكيها شايفة كيف ساوي الأكورديون دغري هلا بدنا نبدل اللون شو بدنا نعمل ما بده شي بدنا ندخل هاد بس هاد ما بنشتغله عذل بقى هلا بنشتغله مقلوب يلا دخلنا اللون بس ادخلتي اللون اشتغلي مقلوب تمام هاي الفكرة بس فكرة هاي يحطيها ببالك كل ما بدك تدخل اللون بتشتغلي مقلوب مشان يصلع معاك هذا المنظر من هون من خلف الشغل مو من الأمام الأمام بديها عادي يكون ما بديها يصلع في هالمنظر هذا وعلى فكرة بس خلص في الطائية بتلاقي انه الخلفية حلوة كمان هلا بقلبلك الطائية وبفرجيكي كمان خلفية حلوة حبيتي تساوية على هذا الوجه حبيتي تساوية على الوجه الثاني يعني بصيمة كأنه ذو بالفيس حلوة حلوة تغيير شكل يلا ها هلا نحن عم نشتغل هذا تدخيل اللون كلياته أساسا نحن بدنا جورسي هلا بدنا دورين جورسي بين الخمسة المقلوب بدنا دورين جورسي هذا أول دور تشغلنا ثاوينا مقلوب يعني اشتغلنا هلا طبيعي هلا دور العدل بنشتغله عدل مشان يطلع معانا جورسي يلا وهي آخر واحدة ها يلا ها هلا ما بنشتغل مقلوب هلا بنساوي جورسي صبايا لاحظوا شايفين في عنا دورين جورسي دورين لكون واحد اثنين عنا دورين جورسي هلا يلا هلا معاناته ساوينا المقلوب مقلوب والعودة العودة شغلتها بسيطة جدا يلا ها اذا بدنا بهذا اللون التبديل تبعيتنا بدنا يعني يكون جورسي هذا هلا هلا عم نبدل اللون معناته الصفة معانا الأخضر هو اللون الأساسي والسكري هو اللون الفرعي يلي بدنا ندخل فيه مثل ما أنا عاملي هون بثرولي مع الأحمر ها هلا اشتغلنا دورين دورين جورسي واحد مقلوب واحد عدل بس ها يلا ها معاي النموذج 34 غرزة هنا قد نكبرته شوي مشال الحرداد وقتنا نوصل للحرداد لازم يكون معنا شوي مجال بالشغل نعرف كيف نتصرف تمام يلا هلا هلا خلصنا جورسي ما بقى بدنا جورسي هلا جيبي اللوني كلها اللون بدك تبدلي فيه اشتغليه مقلوب اتفقنا بنا نشتغله مقلوب ليش مشان ما بدنا يطلع هذا المنظر أمام الشغل عظيم ها اذا تبديل اللون دايما بيكون عالوجه المقلوب وبيدور مقلوب هاي مقلوب مقلوب هلا هيك اللوني كلها يطلعه مقلوب اذا سوينا دورين جورسي سبايا ليكون ها ما عمنا نكتره قدما مشان يصير اوكورديون مشان يضب الشغل ها مقلوبة 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 اوكورة اوكورة يعني مشتركة وممكن للرجال كمان ممكن للرجال كمان شايفين شلون صباح يقعد بصير فيه ذور الجرسي قم لحاله بتلاقيه بضب يلا هلا ننشتغل مقلوب هلا ارجعنا بقى ساوينا المقلوب عدل بنساوي هلا العدل مقلوب هاي هي النقصة بس الوحيدة اللي بدك تنتبهي لها بهالطاقية هاي بهالقبعة ايس كاب شو بتسموها على كيفكن هاي هي الفقرة يعني بدك يا مشان يضب لك تساوي دورين جرسي والدخل اللون على المقلوب على دور الخلف تفقنا دور الخلف مني منعرفوه منعرفوه من هذا الخيط من خيط البداية اذا كان عيسارنا وجهنا دورنا عدل اذا كان على يميننا دورنا مقلوب تفقنا يلا هلا هيك هلا كلا ياتو عدل عدل عزيم طبحتوه يلا ليك هو هلا بنرجع نشتغل المقلوب عدل المقلوب عدل والعدل المقلوب خمسة ادوار هذا النموذج ثلاثة الطاقية الاساسية خمسة 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 لورين جرسي خمسة لورين جرسي خمسة لورين جرسي شايفين صبايا فرجيكي الطولة هلا هاي طوموها اكورديون شادة بتحسيها انت صغيرة ايه ابدا ما يصغيرة بتلبس الكبار تماما يعني عم بقلك انا لبسة بكل سهولة يلا كيف بدنا نقيس نقيس انو شلون نحنا وصلنا للطول شوفوا صبايا نحنا بس وصلنا لهون معناته نحنا بلشنا نحرض لاحظة هاي وحدة وهاي وحدة هاي وحدة كل عشرة في عنا وحدة وحدة هذا هون اذا نحنا قطل نوصل لطول الحردة لازم اهم شي نقيس حطيها هون عند دور الجرسي وهي شدية بدك الشدي تمام قديش طلع معاي طلع معاي 17 سانتي اذا اذا اشتغلت مثل 1 2 3 4 بيطلع 17 اشتغلت 5 بيصير 20 يعني بيصير بقى لشباب الاكبر شباب الامرون اكبر هاي ما قلتلك بين 15 16 17 ممكن تلبسهم بكل سهولة انا ما عم بتتشد معاي لانو كتير بتضاب بقى انتي بتفرضيها هيك بتقيسي ممكن تطلع 17 ممكن تطلع 18 انا الساعة طولة 18 كانت نشتغل بقى نوصل ل18 بقى ومنشتغل بقى الحردات غيرنا اللون الافا وهذا دور العدل هلا هلا عم نشتغل دور الجيرسي بدك تفرضي انو انا وصلت لخمس خمس طبقات من هدول لاش وصلت بقى هلا ثاويت الدور الجيرسي لفارق بين اتون برجع بيعطيكي بها الفكرة هون مشان تنتبهي انو هون هدا دور الجيرسي بنشتغلو دور عدل دور المقلوب بيصير مقلوب ودور العدل عدل والباقي بتعكسي بس حبيت انو كرر لك هالفكرة لانو هالفكرة ضرورية مشان ما تخربطي وتعز بي ترجع تكري وتساوي الشغل يلا هدول هدول هلأ دورين جيرسي والتبديل اللون شو بنعمال بنشتغل عددور المقلوب يلا لانو هلأ رح اشتاوي لك بقى وصلك للحردة كيف بدنا نحر الطائية كيف نختم ها بالنهاية يلا هذا تبدال اللون بدأ يجي هذا اللون ها شايف يلا كمان هذا عالمقلوب طبعا بتشدي ايدك بقى بدنا الخيس يظل مرخي قبعة كثير حلو بتناسب بالكبار والصغار وللجميع للنساء وللرجال للبنات للصبيان لكل ياتهم هاي كل ياتا هيك مثلا كما ترى دور المقلوب مقلوب يلا اخواتي في صردي هدول صاروا خمسة وبين او اربعة اربعة بالنسبة لطائيسي اربعة على نمرة خمسة نمرة خمسة هاي تمام انتي في صردي اشتغلت واحد اتنين ثلاثة اربعة واشتغلت دور الجورسة هلا بتعدي كل عشر غرز يلا بنشغل عشر غرز واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة امانة تسعة هلا هادا العشرة بتاخدي عشرة وإذاعش مع بعضن من امام الشغل اتفقنا عشرة وإذاعش صبايا انتي قيمة تبلش بتحردي وتتوصل لطول المناسب اللي بدك هاي بتشدية بتشدية لطاقية ما بتخلي هي مضبوبة بتشدية وبتقيسي الولاد الولاد الصبياني اللي أعمارهم بين الستة سبعة ثماني هادول بدن أربعة عشر سانتي الاكبر شوي ستة عشر سانتي الاكبر شوي بدن 18 سانتي وهكذا بحسب طول الطاقية اللي بريد لأنه هاي نهايت بدن تصفي 20 سانتي صبايا بدن تصير كبيرة يلا هلا نحن هون عشرة بدنا عشرة ثانية واحد اثنين ثلاثة اربعة لا هلا شوفوا المفروض أنه أنا اشتغل هذا الدور مقلوب ما بيصير اشتغل عدل هذا لا هذا مقلوب لأنه بدن نبلش نرجع دور الاكورديون لازم يرجع منظر الاكورديون يلا هي قدام كون بواحد بيغلط بسمع ليش بيصليح منرجع الغرز ذيك وهيك منرجع مش عندي ما بتعرف ترجع حتى ما تكر وتفلث معاك الغرز يلا هلا الدور بنشتغله مقلوب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة العشرة والإدعش مثل ما اتفقنا بناخدهم من أمام الشغل يلا اللي بعده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة وإدعش هاي عشرة وإدعش يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مانة تسعة عشرة وإدعش هاي عشرة وإدعش عظيم يلا هاي آخر واحدة مقلوب يلا هلأ دور المقلوب ما في شغل لاحظوا شلون صبايا محل ما بتاخدي الغرزة بيبين يعطيكي منظر مثل السهم الصغير ليكي شايفة كيف مثل السهم الصغير محل ما بتنقصي بيعطي سهم صغير ليكي كيف بيعطي منظر حلو للطائية يلا هلأ دور المقلوب ما في شي دور المقلوب عبارة عن عدل ها مو مقلوب دور المقلوب دور المقلوب الثالث نحن هلأ بالثالث نشغل مقلوب دور العدل مقلوب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بيبين معانا ليكي بتبين معانا سبعة تمانة هلأ التسعة والعشرة تمام كنا عشرة وإداعي صرنا تسعة وعشرة يلا واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانة تمام يجينا تسعة وعشرة يلا اللي بعده واحد تنين تلاتة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة مانة تسعة والعشرة شايفيش لهم ماشيين تمام عم بيضل معانا غرزة واحدة بالنهاية يلا وهي هي هلأ بدنا ساوي دور الجرسي دور الجرسي شو بد يكون كيف اتفقنا بد يكون هذا مقلوب نحن مقلوب ونشتغله مقلوب لماذا؟ لأنه هذا نحن بدنا جرسي ما بدنا مقلوب يبين قدام يصير أكورديون ما بدنا أكورديون أفكرة خلي إيدك هون رخوة صبايا خلي وقت تطلع الخيط خلي رخوة بشان ما تشد يض ها هلأ بدنا نساوي كل ياتو مقلوب نحن هون ختمنا التسعة والعشرة هلأ نختم تمانية والتسعة يلا كل الدور عدل في علنا شغل حتى لو كان جرسي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هاي تمانية والتسعة عليك ها تلاقي هيك ورا بعضون هاي تمانية والتسعة يلا اللي بعدو واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية والتسعة بالتدريج بالتدريج كل دور غرزة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة يلا تمام بيظل معاين غرزة بالنهاية ما تلح لماشرين تمام تمام يلا هلأ دور المقلوب ما ندخل اللون بدنا ندخله مقلوب لا تنسوا هالقصة دور المقلوب ندخله مقلوب نشان ما يبين معنا ما بدنا يبين هاد على أمام الشغل ندخله مقلوب ها إذا قبعات الأكورديون تعتمد على تغيير اللون وعلى أنك تشتغلي الدخل اللون بالمقلوب ودور واحد يلا واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانة هاي سبعة وثمانة يلا واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة هاي سبعة وثمانة تمام وهذا آخر غرسة المقلوب بنشغله عدل مثل ما تعلمنا نعكس الأدوار المقلوب عدل يلا هذا عدل الدور هيك للنهاية يلا نجي بآخر لاحظوا أخواتي شلون بتضب الطائية بتضب هي لحالة بقى ضبت لحالة هلا بدنا ستة والسبعة هلا بنشغل العدل مقلوب بدنا يعلق الأمام واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة هلا بدنا سستة والسبعة يلا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة هي ستة والسبعة ما بننسى واحد اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة وهي الستة والسبعة تمام ضادت معنا غرزة واحدة وهذا هو المصبوط يلا شوفوا شلون الطائية صبايا لحالة صارت لحالة بتضب بتلاقيها هيك صفيت بشكل بومبة وعملت آخر دور هلا عنا المقلوب ونرجع بعدين بقى للآخر ما بننسى انه هذا الدور بدنا ندخل فيه اللون كيف ندخله ندخله بالمقلوب أهم شيء خلي ايدك رخوة بالنسبة لهذه الخيطان ما بننها تشد هي من غير شي بده تساوي بده تضب ما بننها تضب زيادة تصلع مع جنب محل الخياطة تطلع شادة خلاص بدنا نتركه شوي رخو بعدين وقت بدنا نخيط تلطائية بنخيط كل الخيطان اليوم ما دخلوا معي الخيطان لأنه عم نشتغل بالمقلوب ولذلك الخيطان بالعادة أنا بتسحبهم معي هالمرة ماذا بتسحب معاي ما عم يتخبو لأنه عم نشتغل بالمقلوب يلا هلأ وصلنا آخر شي صبايا أنت آخر شي شو بيضل معك بقى بنهاية القبعة بتضل معك عداد بصيصة مثل الضمية مثل عادة على قبرة وبتحب كيف لاحظوا شايفين شلون محل التنقيس شلون بيبين بيعطيكي سهم صغير شوفي بيبين ناح التنقيس هون ها وهون يلا شو كنا احنا وصلانين وصلانين 6 6 7 5 6 كنا هلا بلازم 4 5 يلا بدنا هلا هون نحن عديل لأن احنا عم شغل جورسي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 وهلا 5 6 بيبين بيبين صبايا ما بيعزبك ابدا حتى اذا سيسي هلا 1 2 3 4 لكوة الـ 5 و الـ 6 خالصين ما بقى في شي يعني وقت انت تلاحظي بيبقى معاك شي 10 غرز في النهاية هذول خلص ما بقى تعمل شي لمي على خير وخيط يقبع هاي هي قبعة الأكورجيون صبايا شوية ملاحظات عليها راح ألكون أنا شوفوا هاي الطول الكامل هلا بقسلكم يا أنا الطول الكامل شوفي بدك تشدي هيك بدك تشدي بتحطي هيه هون من اخمص رأس هيك وانتي نازلة بدك تشدي ما تحس بيا هاي قصيرة هيك وشدي لأنه هي بالأصل شادة لماذا يطلع معاي طول صلى معاي 25 أنا وين حردت حردت ع 18 لأنه شوفوا شو اشتغلنا اشتغلنا الدور وهات وهي القبعة اخمص الرأس من فوق إذا مشيتي مثل ما يطلع معاك هالمنظر هاد بقمة الرأس وهي هي قبعة الأكورديون وبالنسبة للعرب صبايا إذا كانت قبرتك نمرة 4 أنتي بدك تشتغلي 110 غراز إذا نمرة 4 للرجال الكبار للشباب الكبار 110 صارت 4.5 مثلا بتساوي 100 خيص رفيع هذا عن الخيص الرفيع أما الخيص التخين لا أنا هون 76 بس الشباب الصغار بكل سهولة بكل سهولة صبايا بس أما إن شاء الله تكون عجبتكم ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك وأهلا وتهلا فيكم